قال شيخ الإسلام تيمية في نفس الكتاب الفرقان قال وبينما عبد القادر الجيلاني رحمه الله طبعاً ديل ما اسكين فيه سائز ومطريقتهم ما بتختلف عن طريقتهم ذاته دول عبد القادر الجيلاني وكذا ما سوى له كتاب اللودي ديل ما جار ما نسبوا الشغلة ديله وسووا طريقة سموها الطريقة القادرية وإلى آخره وتمسكين به وعقيدت ضد عقيدتهم داري فما لا يعرف الكلام هذا عبد القادر الجيلاني عنده كتاب كتب بيده اسم غنية الطالبين أنا أدك فيه حاجة واحدة بس وإن كان أخذ عليه بعض المآخذ لكن هو يختلف من هؤلاء الصوفية ناس الطريقة القادرية ما سكين في سائز زي الناس البغل في عيسى عليه السلام وهو بريء منهم قال في غنية الطالبين أثبت فيها الاستواء لله تعالى الرحمن على العرش استوى أخذ هذه الآية بظاهرها كما أخذها السلف كالأوزاع ممالك ابن أنس إمام دار الهجرة والليث ابن سعد ومجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى وأبو العالية تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه جميعا ورحم الله من كان منهم من التابعين ومن بعدهم بثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى أمش الليل أمسك الصوفي أي صوف تلاقيه في الدنيا دي أمسكه إلا يكون دخل جديد ما أعرف الحاصل لسا مسكين جديد لكن أمسك أي صوف يقول له الله وين أول شيء يقول لك لا يسأل عنه بالأينية بالأينية لا يسأل عنه بالأينية دي في السنة في صيح مسلم وفي الموطأ باب العدق للإمام مالك قال من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما ضرب جارية له لطمها لما أضاعت ماعزا له نعزة لطمها قال أصابني ما يصيب البشر من الغضب قال فلطمتها بعد ذاك رب العزة والجلال قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الزول اتقذ برجع سريع فأراد أن يعتقها ليكفر عما فعل فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين الحديث ده في صيح مسلم وفي الموطأ قال أين الله بأين ذاته واللفظة دي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة شوف الكلام ده عجيب قال ليه أعتقها ما قال ليه فهي مؤمنة فإنها مؤكد مؤمنة أكد إيمانها صلى الله عليه وسلم وذي لسي بأكد كفرك لما تقول الله في السماء زي ما قالت الجارية وزي ما في القرآن أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور إلى آخره هم بيقول لك إنت مجسم وإنت أثبت المكان لله وإنت كافر بالله سبحانه وتعالى شكرا أسأل وقول ليه بجوز الصلاة ورزول المستقيم ورزول عقيدة تقول الله في السماء زي ما في القرآن والسنة يقول لك لا 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 وهابي يقول لك لا ذو وهابي ولا تبقى وهابي ولا أنصار صنة ولا غير ولا صوفي ولا غير يبقى مسلم مستقيم طيب نحن عشان الكلام جماعة ما يشتد في نهاية المطاف نرجع إلى ما ذكر نقول بأن هؤلاء الدجالين يستعملون الشياطين وأن هؤلاء الشياطين لهم استعمالات كثيرة الجران الكلام ذو عبدالقاذر الجيلاني رحمه الله قال عنه شيخ الإسلام تيمية قال خرج ذات يوم في الطريق فبينما هو يمشي الكلام ذو تلقى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين قال فبينما هو يمشي في الطريق إذا به يرى فوقه عرشاً عظيماً فوقه نور ما شبراه في الطريق شاب ليه عرش كبير جداً وفوق ليه نور فخاطبه صوت من فوق النور من فوق العرش من النور قال يا عبدي عبدالقادر أحللت لك ما حرمت لعبادي تقال لو صلت درجة خلاص تغني ما أنا أحلت لك أشياء كثيرة حرمت للعبادي قال فنظر عبدالقادر إلى العرش وإلى النور فقال اخسأ عدو الله فإنك شيطان قال ابن تيمية فتمزق النور وتلاشى وتلاشى العرش قال فسمع مناد قال يا عبدالقادر كيف نجوت مني والله أضللت بها جمعاً من خلق الله نازكتار قال لانا أغنعت وننه نولي بالطريقة قال عرفت ذلك بأمرين الأول ما كان لله أن يرى في الدنيا لا تدركه أبصار قال والثاني ما كان لله أن يحل لي ما حرمه على أبي بكر وعمر وهما أفضل مني قال نجوت مني بفقهك كذي ذكرى ابن تيمية رحمه الله فهمك ولذلك كثير من الناس مخدوعين خدعوا مخدوعون طيب فما هي زول شوف في علامات كثيرة بتدور على أن الزول ده درب ده ما صحيح هو شيء ما تمشلو ويدعي الصلاح نحن عملنا وفعلنا وفعلنا أعرف ده ما صالح لأنه الصالح بنكسر لي الله ما بشكر نفسه تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهناك سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هو الزول الصالح لما نمدحوه بنكسر لي الله سبحانه وتعالى ما بيغتره ده واحد اثنين تلقى الناس في الجامع وهو بصلي في بيته شايل له سبحة لا لوبة مولع له بخور ومعلق له رايات ومعاه وكم نفر بره وجوه وشغال ور 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 هو الناس في الجامع أعرفه ده زول دجال لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المسجد حتى في مرضه الذي مات فيه لمن جات شوية عافية في البخاري وفي فتح الباري لابن حجر قال قالت عائشة رضي الله عنها أزيل السطر سطر الحجر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمسجد قد امتله فقال خذوني إلى الصلاة قالت عائشة فرفعه العباس ورجل آخر قال ابن حجر هو علي بن أبي طالب قالت وأخذاه إلى المسجد ورجلاه تجراني وفي لفظ ذكره ابن حجر تخطاني في الأرض يعني ما قادر شنو اخطو لما الرجل جرات وهو محمول صلى الله عليه وسلم العباس وعلي حتى قدم في الصبوب فقال الناس فأخذ الناس يسبحون وأبو بكر لا يلتفت في صلاته حتى قدم فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم للصلاة فصلى جالسا وأبو بكر بالقرب منه فالشاهد لحد آخر حياته بصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم الدجال بصلي في بيته القدي من العلامات من العلامات ومن أكبر الأدلة أنه يدعي علم الغيب مما تجي خاش عليهم ويتنا ما بتعرفه ولا هو كان بعرفك يقول لك إنت محمد ودعالوية عرفه شغلته دي جاية دارو يتعرفت اسمي كيف دارو يتعرفت اسمي عملت تعرفت كيف زاد تعرفه تزول دجال عنده شياطين والله الذي لا إلى غير ويتخاطب مع القرين